بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر أسعد الله ووقاتكم بكل خير وحياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معي لنتعرف موضوع هذا الدرس موضوع الدرس الوظيفة النحوية المعطوف وهذا الدرس الثالث في هذا الموضوع الهدف الأول تعرف معنى الاسم المعطوف الهدف الثاني تعرف علامات إعراب الاسم المعطوف الهدف الثالث استخدام الاسم المعطوف بالعلامات الفرعية سنتعاون أنا وأنتم بإذن الله على تحقيق هذه الأهداف بنهاية الدرس لكن كما تعودنا في بداية كل درس نفتع على الصفحة المطلوبة وهو ما سيظهر أمامكم الآن من يستخدم الكتاب الورقي يفتع على صفحة 100 ومن يستخدم الأجهزة الإلكترونية بإمكاني أن يمسح رابط الدرس الرقمي ليتجه إلى عين الإثرائية وفيها سيجد نسخة إلكترونية من هذا الدرس وأيضا مجموعة من الإثراءات المرتبطة بالدرس نبدأ بمكون راجع مكتسباتي كنا سبقا تعرفنا على الإسم المقصور في الأصناف اللغوية فمن يذكر لي تعريف الإسم المقصور؟ أحسنتم هو إسم ينتهي بألف في صورة لي من غير نقط أو ألف قائمة هذا تعريف الإسم المقصور من أمثلته من يذكر لي مجموعة من الأمثلة؟ جميل، أحسنتم من أمثلة الإسم المقصور الصبا والمرضى وخطى وممشى وعيسى والسنى ونلاحظ هنا بأنه يأتي على صورتين إما أن تكون الألف في نهايته قائمة أو ألف على صورة الياء من غير نقط لكن في النطق في كلا الحالتين تكون بشكل واحد الصبا كالمرضى في النطق لكن يختلف في الكتابة الصبا تكون الألف قائمة والمرضى تكون ألف على صورة الياء أيضا كذلك من الأصناف اللغوية التي أخذناها الإسم المنقص فمن يعرف لي الإسم المنقص؟ عظيم هو اسم ينتهي بياء غير مشددة مكسور ما قبلها هذا هو تعريف الاسم المنقص من يذكر لي مجموعة من الأمثلة على الاسم المنقص؟ عظيم بارك الله فيكم القاضي والداعي والراضي والمحامي وتجافي والرائي والساعي جميع هذه الكلمات هي أسماء منقصة ونلاحظ بأنها تنتهي بياء غير مشددة وكذلك الحرف الذي يسبق هذه الياء مكسور مثل القاضي نلاحظ بأن الضاد مكسورة أيضا المحامي الميم هنا مكسورة وكذلك الساعي مثلا العين مكسورة في جميع الكلمات الحرف الذي يسبق الياء يكون مكسورة من الأصناف كذلك التي أخذناها الإسم الممدود من يعرف الإسم الممدود؟ أحسنتم الإسم الممدود هو إسم آخره همزة قبلها ألف من أمثلة الإسم الممدود صحراء وسماء وعظماء وابتداء لاحظوا جميع هذه الكلمات تنتهي بهمزة وما قبل الهمزة ألف المطلوب في هذا النشاط نصنف الكلمات التالية بحسب الجدول أدناه هذه الكلمات هي كلمات تنتهي إما بألف قائمة أو ألف في صورة الياء هي أسماء مقصورة نصنفها بحسب الجدول ألف القائمة نضعها في الجهة اليمنى من الجدول والكلمة التي تنتهي بألف في صورة الياء من غير نقاط نضعها في الجهة اليسرى نبدأ بأول كلمة العلا أحسنتم في الجهة اليمنى لأنها تنتهي بألف قائمة فتى أحسنتم في الجهة اليسرى لأنها تنتهي بألف في صورة الياء العصى جميل إذن في الجهة اليمنى نضعها حصى أحسنتم في الجهة اليسرى لأنها تنتهي بألف في صورة الياء الصفى أحسنتم كذلك نضعها في الجهة اليمنى والرضا أيضا نضعها في الجهة اليمنى لأنها تنتهي بألف قائمة يحيا في الجهة اليسرى مستشفى كذلك أيضا في الجهة اليسرى تنتهي بألف في صورة اليام مصطفى أحسنتم أيضا في الجهة اليسرى والقرى كذلك في الجهة اليسرى ليلة أحسنتم والسنى في الجهة اليمنى لأنها تنتهي بألف قائمة أخيرا مسعى أحسنتم في الجهة اليسرى إذن صنفنا الكلمات هنا هذه الأسماء المقصورة إلى أسماء تنتهي بألف قائمة وأسماء في الجهة اليسرى تنتهي بألف في صورة اليوم وجميع هذه الأسماء نسميها أسماء مقصورة المطلوب هنا في هذا النشاط تقرأ الجملة التالية وأكمل الفراغ مع الاسترشاد بالنموذج المعطى في كل جملة الجملة الأولى رجل أبو الخير لأبنائه الفعل رجى والاسم المنقوص الراجي الجملة الثانية دعى المؤمن ربه الفعل دعى كما في رجاء الراجي نقول دعى أحسنتم الداعي نجى الرجل من حادث السير نجى كذلك دعى الداعي نجى أحسنتم الناجي قضى الرجل بين الخصمين قضى مكتوب القاضي حمى الجندي بلاده حمى أحسنتم الاسم المنقوص هو الحامي أخيرا سعى الحاج بين الصفا والمروة سعى الاسم المنقوص منها أحسنتم السائي ونلاحظ بأن الاسماء المنقوصة جميعها انتهت بيا وما قبل اليا حرف مكسور أستخرج من نص وطن المملكة العربية السعودية أربعة أسماء ممدودة وأكتبها في المكان المخصص من يستخرج بشكل سريع من النص أو يتذكر اسما من الأسماء الممدودة التي وردت في النص جميل هواء كذلك أنحاء وأيضا خضراء وكلمة أخيرة أحسنتم أداة جميع هذه الكلمات لاحظوا بأنها تنتهي بهمزة وما قبل الهمزة ألف وهذه أسماء ممدودة أخذنا في الدرس الماضي حروف العطف قلنا بأن حروف العطف الواو والفا وثم الواو تدل على المشاركة والفا تدل على الترتيب والتعقيب أي السرعة وثم تدل على الترتيب مع التراخي والمهلة أن يكون هناك مهلة بين المعطوف عليه والمعطوف نقرأ هذه الجمل بشكل سريع أتقن النجار والحداد عملهما في وطنهما الجملة الثانية كرم المدير المعلمين في الطلاب وخرج الفلاح إلى الحقل ثم المعمل لينفع وطنه الآن المطلوب مننا أن نكمل الجدول بحسب ما هو موجود في الجمل الثلاث السابقة أتقن النجار والحداد عملهما النجار هو المعطوف عليه حرف العطف الواو والمعطوف هو ما يأتي بعد حرف العطف وهو الحداد ولاحظوا بأن حركة المعطوف والمعطوف عليه تتفق وهي الضمة اشترى الرسام والأوراق في الألوان المعطوف عليه هو ما يأتي قبل حرف العطف الفا هنا فنقول الأوراق أحسنتم حرف العطف الفا والمعطوف الألوان والحركة العرابية لهم أحسنتم الفتح خرج الفلاح إلى الحقل ثم المعمل المعطوف عليه مذكور هنا الحقل وهو ما جاء قبل ثم حرف العطف حرف العطف ثم والمعطوف ما يأتي بعد حرف العطف وهو هنا المعمل ويتفقان في الحركة العرابية الكسرة إذن نجيب عن هذه الأسئلة ماذا نسمي الكلمة التي تسبق حرف العطف نسميها المعطوف عليه وماذا نسمي الكلمة التي تلي حرف العطف أحسنتم نسميها المعطوف فيما يتبع المعطوف المعطوف عليه قلنا بأنه يتبعه في أحسنتم في الحالة العرابية ويقصد بالحالة العرابية الرافع أو الناصب أو الجر إذن نستنتج بشكل عام من خلال ما ذكرناه وما أجبنا عليه في هذه الأسئلة أحسنتم يتبعوا المعطوف المعطوف عليه في الحالة العرابية والمقصود بها هنا الرافع والناصب والجر ننتقل إلى مكون وطبق أملأ الفراغات في الجملة التالية بحرف عطف مناسب قطع الإشارة يتلف الأرواح فراغ الأموال ما حرف العطف المناسب الذي يمكن أن نضعه في هذه الجملة؟ أحسنتم حرف العطف المناسب هو الواو لا يصح أن نضع مثلا ثم يكون المعنى غير صحيح مثلا لو قلنا قطع الإشارة يتلف الأرواح ثم الأموال لا تكون مناسبة لكن إذا قلنا بأن الأرواح والأموال تشترك في أنها تتلف بقطع الإشارة هنا يكون المعنى أصح الجملة التي تليها قدم الحسن وهنا حرف عطف نريد حرف عطف مناسب وبعد ذلك الحسين جميل بارك الله فيكم حرف العطف المناسب هنا الفاء وهو يدل على الترتيب والتعقيب بمعنى أنه قدم الحسن فالحسين مباشرة بعده الجملة التي تليها يسبب أو الجهل يسبب المرض فراغ الفقر حرف العطف المناسب هنا أحسنتم والفقر المرض والفقر يشتركان في أنهما يكونان بسبب الجهل أخيرا نعلم أطفالنا أن يتحدث الكبير حرف العطف المناسب هنا الواو أم الفاء أم ثم جميل بارك الله فيكم ثم هو حرف العطف المناسب لهذا المعنى لا ينبغي أن نقول الواو مثلا نقول نعلم أطفالنا أن يتحدث الكبير والصغير معناها أنه الجميع يتحدث في وقت واحد لا يكون هناك احترام للشخص الكبير لكن هنا نقول يتحدث الكبير ثم بعده يتحدث الصغير النشاط الذي يليه أجعل كل كلمة مما يأتي معطوفا في جملة من إنشاء الصلاة من يجعلها معطوفا في جملة مفيد أحسنتم أحسن الوضوء ثم الصلاة أحسن الوضوء في البداية ثم الصلاة أخوك أيضا نجعلها معطوفا في جملة بارك الله فيكم سلمت على أبيك فأخيك لاحظوا هنا بأن الفا تدل على الترتيب والتعقيب مباشرة سلمت على أبيك فأخيك المثال الأخير العلم أحسنتم الخبرة والعلم سلاحان لمواجهة متاعب الحياة هنا الواو يدل على المشاركة الخبرة والعلم بأنهما يشتركان في أنهما سلاحان لمواجهة متاعب الحياة الواجب المطلوب مننا في هذا الدرس أمثل بست جمل مفيدة في كل جملة منها معطوف مع مراعاة التنويع في حروف العطف نكتب هذه الجمل في كراسة الواجب بهذا نكون وصلنا إلى ختام الدرس آمل أن تكون وفدتم مما قدمنا موفقين ومعانين بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته